الأسوأ من كل شيء هنا المعامل البلاروسية والأسوأ أكثر أنه هون الطعس كتير برد بلا طعام ولا مأوى هنا بين أكوام الجليد يختبئ الحلم شاب يريد مستقبلا بكرامة وامرأة تريد انتشال أبنائها من المجهول ورجل يجازف للحفاظ على عائلتها وبين هذا وذاك دول وأنظمة تستغل أزمة المهاجرين لمكاسب سياسية وأخرى اقتصادية بلاروسيا التي يحاول رئيسها أليكسندر لوكاشينكو الحليف الوثيق لموسكو بالضغط على دول الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية بهدف رفع العقوبات عن بلادها ودفع الغرب للاعتراف به كرئيس شرعيا لبيلاروسيا والذي أمسك بالسلطة فيها منذ ما يقارب الثلاثة عقود وعلى ذكر الاستغلال لورقة اللاجئين فبيلاروسيا لم تأتي بجديد فعلها النظام التركي ورئيسه رجب أردوغان سابقا والذي أجبر الاتحاد في عام 2016 على توقيع اتفاق يتلقى بموجبه ما يقارب الستة مليارات يورو مقابل عدم السماح بالعبور غير الشرعي لدول الاتحاد ولو تحدثنا عن اللاجئين السوريين البالغ تعدادهم أكثر من 5.6 مليون لاجئ موزعين على دول تركيا التي استغلت العدد الأكبر منهم والذي بلغ نحو 3.6 مليون يليها لبنان أكثر من مليون وألمانيا التي استضافت 700 ألف تلاها الأردن 663 ألفاً والعراق 246 ألفاً ومصر 130 ألفاً فالأمر سيام بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي فهم الدرس جيداً ولا يريد تكرار التجربة التركية مع بيلاروسيا لأن في عرف هذه الدول والأنظمة للموضوع الإنساني سائد ولا مواثيق العالم في حقوق الإنسان لها وزن طرف آخر مستفيد من هذه اللعبة وهو الجانب الروسي الذي يقف في مرصاد الاتهامات الغربية بأنه العقل المدبر لما يجري على الحدود البولندية البيلاروسية كونه الحليف الوثيق للوكاشينكو وأياً كانت الغايات التي لا تبرر الوسيلة في استغلال الملف الإنساني نرى أن موسكو الباحثة في الأوينة الأخيرة عن أوراق ضغط ضد الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تسير ملفين متزامنين وتقودهما بخطين متوازيين الأوكراني والبيلاروسي لتمرير مشاريعها ضد الغرب ليبقى لسان حال المهاجرين في تساؤل مستمرة متى ستلتزب دول العالم بتغاهداتها في احترام حقوق الإنسان وغدم استغلال البلف الإنساني لغايات سياسية أو اقتصادية